السلام عليكم ورحمة الله نعطيكم العافية يا سادس اليوم إن شاء الله رح نبدأ في درس التحويل بين العبارات اللفظية والتعبير الجبرية أول إشي يا سادس بدي أفرق شو يعني كلمة عبارة لفظية وتعبير جبري الفرق بينهم التعبير الجبري يا سادس اللي بيكون رح يكون داخل فيه عندي رموز هذا هو التعبير الجبري اللي بيدخل فيه عندي بيكون فيه رموز يعني مثلا سين صاد ع التعبير اللفظ يا سادس اللي أنا بدي أحكيه اللي هو عن طريق إيش مصطلح مثلاً عدد مضاف إليه ثلاثة عدد مطروح منه سبعة عدد مضاف إليه خمسة عدد مقسم عليه سبعة لفظ يعني أنا بحكي عبارة التعبير الجبري بدي أحول هذا التعبير اللفظي لرموز يعني يكون في عندي تعبير الجبري بيحتوي على رمز عدد مع رمز عدد مع رمز لازم يكون في عندي رموز في التعبير الجبري كمان مرة التعبير الجبري بديه يحتوي على رموز وأعداد يعني مثل إيش معادلة إذا نعتبرها هذا التعبير الجبري التعبير اللفظي اللي هي أنا بدي أشرح هاي المعادلة اللي عملتها أنا بطريقة اللفظة يعني بلغتي طيب هلا هنا في عندي التعبير اللفظي والتعبير الجبري بدي عبي الجدول عدد مضاف إليه ثلاثة شوفوا يا سادس عدد مضاف إليه ثلاثة الثلاثة عندي معلومة طيب شو العدد؟ في هاي الحال يا سادس العدد دي هم نرمز له سين أو صاد أو عين انتو حرين العدد بدي أرفض مثلا سين مضاف إليه سادس شو معنى كلمة مضاف إليه يعني زائد عدد مضاف إليه هي ثلاثة هين هيك عملت بتعبير جبري كان عندي لفظي حولت لتعبير جبري التعبير الجبري ما في كلام في عندي رمز وفي عندي عدد التعبير الجبري بيحتوي على رمز وبيحتوي على عدد ما في أي شيء لفظي كلمة مضاف معناها كلمة مضاف تعني جمع كلمة مضاف تعني جمع تمام يا سادس كمان مرة عدد مضاف إليه ثلاثة أنا العدد مش عندي بس بدي أرمز له إما سين أو صاد أو عين بختار أي رمز بنزله مضاف إليه اللي هي زائد وثلاثة موجودة عندي سين زائد ثلاثة التعبير اللفظ الثاني عدد ما بعرف شو العدد مطروح منه ثلاثة بحط العدد أنا برمزه مثلا سين مطروح منه يعني ناقص والعدد بنزله هاي ثلاثة هيك بكون أنا التعبير اللفظي شو حولت يا سادس لتعبير جبري كمان مرة التعبير الجبري حكينا عنه المرة الماضية اللي بيحتوي على إيش على رموز وأعداد فقط ما في حكيه لفظي هلأ لو أجاهك العكس ثلاثة ناقصة بنا نعبر عليها باللفظي عادي شو كيف نحكي ثلاثة مطروح منه يعني عكس هاي عدد لاني ما بعرف شو العدد ثلاثة مطروح منه عدد إذن ثلاثة مطروح منه عدد لاني ما بعرف شو العدد ثلاثة مطروح منه عدد سين زائد صاد يعني عدد مع عدد جمعناه مع بعض إيش خلينا نعبر عليها باللفظ مجموع عددين طبيعين مجموع عددين طبيعين مجموع عددين طبيعين سين زائد صاد لو كان عندي سين ناقص صاد اللي هي إيش طرح عددين طبيعين هون سين زائد صاد مجموع عددين طبيعين سين تربيع انتو حكوا عليها باللفظ يعني احنا كيف نحكيها يا ساد السين تربيع اللي هي مربع العدد سين شو مربع العدد سين مثلا في عندي خمسة تربيع شو كنا نحكي مربع العدد خمسة هاي المرة حطين سين عادي مربع العدد سين هذا التعبير اللفظي مربع العدد سين سين تقسيم تنان يلا عبروا عليها باللفظ عدد مقسوم منه تنان عدد لأنه دائما عند العدد أنا بحط زي ما قلت لكم اما سين أو صاد أو عين هاي بترموز للعدد عدد مقسوم منه تنان لأن العدد ما تشهول عندي تنان معروف عدد مقسوم منه تنان الجدر التربيعي للعدد سين كيف كنا نعمله يا سادس نحط إشارة الجدر لو كان عندي مثلا الجدر التربيعي للعدد 25 كنا نحط جدر وتحته 25 الجدر التربيعي للعدد سين هاي الجدر التربيعي للعدد سين هيك بكون نعملات الجدوى الكامل كمان مرة يا سادس أنا في عندي هنا تعبير لفظية وفي عندي رمزية أو جبرية التعبير الجبري أو الرمزي اللي بيحتوي على عدد ورمز عدد ورمز أو مثلا رمز لحاله المهم ما يكون في لفظ نهائيا أو متغير لحاله هذا كله من نسميه تعبير جبري التعبير اللفضي اللي أنا بدي أعبر عن هذا التعبير بلغتي عدد مضاف إلهي 3 عدد مطروح منه 3 3 مطروح منه عدد يعني شفتوا كيف أنا هون اللفض بحولهBay عدد مضاف إلهي 3 العدد رمستله سين هاي مضاف إله هاي العدد إهاش 3 عدد مطروح منه 3 العدد حكينا بنرمز له مثلا سين أو صد أو عين هاي سين مطروح منه ناقص 3 3 مطروح منه عدد هذه 3 مطروح منه هذه ناقص مجموع عددين طبيعين مثلا سين زائد صاد هذه عددين نجمعهم مربع العدد سين هذه سين عدد مقسوم منه تنين هذه العدد نقسم منه تنين الجدر التربيعي للعدد سين هذه رمز الجدر لدى خالد لام حقيبة سفر ولدى هاني سبعة حقيبة سفر فما عدد الحقائب التي لديه ما معا إذن خالد لديه لام هاني سبعة عدد الحقائب التي لديه ما معا لديه ما معا تعني مجموعهم هذه كثير مهمة لديه ما يعني مجموعهما مع بعض أنا مثلا قلت أحمد عنده سبعة شناتي هاني عنده عشر شناتي لديه المجموع كامل بتجمعه عشرة زائد مثلا سبعة هون نفس الاشي مجمع لام زائد سبعة عدد الحقائب كيف نعبر عنها لام زائد سبعة اللي هي حقائب خالد زائد حقائب اللي هي مين هاني هاي عبرنا عنها في تعبير شو بنسمي هاد جبري مش لفظي لو بدي أقولك حكي ليها لفظي بتقولي عدد مجموع أو مضاف إليه سبعة رح تحكي لي عدد مضاف إليه سبعة هذا في اللفظي أما في الجبري لام زائد سبعة هلأ يا سادس عندكم مواجب بتحلوه على الدفتر هذا عندي بدي نكتب التعبير الجبري لكل تعبير اللفظي عندي أنا معطيكو إياها باللفظي بدي إياكم تكتبو ري إياها بالجبري اتحولوها لأ تعبير جبري عدد مضاف إليه خمسة عدد مطروح منه أربعة سبعة مطروح منه عدد عدد مقسوم منه تسعة وما تنسوا يا سادس بحل كلمة عدد عدد إحنا منحط أي متغير بدكم إياها سين صاد عين المهم رموز ويعطيكم العافية سادس نكتب التلخيص على الدفتر وإن شاء الله رح نشرحوا بحستو الزوم ترجمة نانسي قنقر